موسيقى الحادي عشر مساء موعدكم الثابت والدائم مع برنامجكم الملعب هذا برنامج الذي نطالع فيه ومنه وعبره كل القضايا الرياضية نتعمق في ثناياها نسبر وغير الحدث ونقرأ ما وراءه كل هذا وأكثر في هذه الساعة من برنامجكم الملعب اليوم كانت فيه ثلاث مباريات في دور 16 من كأسه لعهد مباراتان منهما مملتان لعشاقهما الأهل والنصر أرهقاء عصاب محبيهم وخرج منها الأهل والنصر بالأهم وهو الفوز وتركها المهم وهو المستوى أما الشباب وما أدراك ما الشباب فقد عاد الرأس شاب بقيادة 11 ليثان استطاع الذئب سامي الجابر أن يمتع عشاقه بستة أهداف في شباك نجران ليرسم طريقا واضحا من خلال طلبه من لاعبه قبل اللقاء أريد مواجهة الهلال كل هذا وأكثر نتناول اليوم في برنامج الملعب من خلالكم وعبر تغريداتكم على هاشتاق البرنامج والظاهر الآن في أعلى شاشة شاركوا بالأسئلة بالاختراحات وإن شئتم بالتعليقات على أرأي ضيفينا الكرام خلونا كالعادة نبدأ في العناوين بعدين نرجع الرحيم بضيور السهلاوي يجبر مارفك على استدعاء ناصر الشمراني ومع التوقفات هندية جميل تستغل هذه الفترة بالمعسكرات وفي شيء جميل رابطة تكرم بطل الجلة في كلاسيكو النصر والأهلي والشباب من خلال فوزي على نجران يتآهل لمواجهة الهلال والنصر بصعوبة يتجاوز عقبة الوطن كانت هذه العناوين حلقتنا اليوم في برنامج الملعب معي هنا في الستوديو وعلى هذه الطاولة هالنجم والكابتن يوسف خميسي هل أغلى فيك بساعد يا أهل وسائل حياك الله أيضا معي من جده الإعلامي والناقد الرياضي المعروف الدكتور مدني رحيمي هل أغلى فيك دكتور مدني أهلا بك يهاني والكابتن والمحلق الكبير استاديو الكابتن يوسف خميس والمشاهدين الكرام طيب دكتور مدني قبل شوين كنت في حديث أنا والكابتن يوسف أنت دكتور صح مارست كرث القدم قديم صح في الثمانينات على ما أعتقد وحصلت على البطولات مع نادي اتحاد صحيح؟ الاتحاد حصل على البطولات أنت حصلت معهم أنا قول يعني بالعكس هي الجملة الاثنين تنصب نفس المكان هناك مباريات كنا في دور المصيف كنا بس يعني لعبنا مع الاتحاد ودوم قلعين من الشباب الاتحاد طيب السؤال هنا كان أبو ساعد يقول لا أن دكتور مدني رجال للرياض ولعب للشباب لعبت في الشباب نعم طيب لأنني رجعت للتاريخ عندك حتى في اليوكوبيديا مو مكتوب هذا التاريخ أنك لعبت للشباب فترة كانت الانتقالات مزهلة الآن لما تنظر كموظف أو طالب تروح تدرس في أي منطقة تعتبر حر تستطيع أن تسجل في النادي الذي تريد ويعني أنا رحت درست في جامعة الرياض وكنت سنتين وسجلت من الشباب كانت أمنيتي أني أروح الهلال ولكن العلاقة ما بين الشباب والاتحاد كانت أي لاعب يروح للرياض لازم يكون في الشباب من هذه الأيام يا دكتور مدني وهم يمنعون اللاعب يروح من نادي منافق لا 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 ما أحد منع بس في برتكولة وعلاقة ما بين الله يرحم الشيخ عبد الحميد مشخص ومن مؤسسة شبابين والعلاقة مع الاتحاد لأنه واحد من برضو من عمل أو أسس في الاتحاد وإذا كانت رغبتك تروح لعشقك الثاني الهلال كنت كنت يعني وأنا بالعب كنت عجبني الهلال في لعبه طيب دكتور ما يختلف في الجيل اليوم و الجيل الذي كنت لعب فيه أو الجيل الذي بعده ما الذي يختلف كثير فيه صراحة أو اختلاف كنت أنت تلعب الكرة أو الرياضة مجرد حباً للرياضة وعشقاً لناديك والجمهور اللي وراه الآن بصفة عامة ما مقدم لللاعب السعودي لم يقدم لللاعب السعودي عندما كان مستوى الجسمي واللياقي والفني أعلى من الآن ترى كثير لعيبة في السعودية من مراحل طويلة كانوا جيدة على أعلى مستوى بس ما كانت الفرص ولا كان التحامنا خارجياً ولا قارياً بدأ الشكل إلى الآن الآن أصبحت الرياضة في نظر البعض فإن أصبحت مادية أكثر يعني أكثر والدليل أن بعض اللعيب انتقلوا من أندية لأندية وخسروا نجوميتهم وخسرتهم من المتقب السعودي باعتبار أنهم جيروا إلى المادة قبل أن يجروا وراء المركز الذي يلعب فيه هوش يكون وضعه أنا رمباً وان ولا نمبر تو ولا إيش وضعه فأجوه وصاروا مركونين في أنديةهم واستفادوا من ناحية المادية ولم يستفادوا من ناحية الفنية أن يواصلوا نجوميتهم وأعتقد بعضهم نساً في الساحة الرياضية من ناحية العلمية طيب أبو سعد كثيرين يقولوني قبل ما أجي الستوديو أسأل أبو سعد يعني أكيد أبو سعد أنت استمعت الحديث النادر يعني أنا أسميه في كراتنا السعودية والسطورة في كل شيء ماجد عبدالله وانتخير من يعرف عن ماجد كل شيء الحديث كان عن الكابتن حسين عبدالغني واستحقاقه للشارة الكابتنية قال إن حسين عبدالغني لا يستحق εκشارة الكابتنية حسب وجهة نظر ماجد عبدالله رأيك في هذا الحديث ورايك أيضاً في لب الحديث والله هو استحقاق قال حسين عبدالغني الكابتنية والله يشوف نحن نجي يقول بصراحة يا وساعد عرفك صريحة لا شوفه نحن أتكلم عنها لا نختلف كل واحد له رؤية ما في شك يجب أن نحترم رأي ووجهة نظر يعني رفيق الدرب كبتم ماجي يعني ما يحتاجنا وإحنا تعلمنا كلنا في مدرسة واحدة مدرسة الراحل صاحب السموم الملكي العبد الرحام بن سعود اللي كان الكبتن لازم يحمل مواصفات خاصة لا يمكن يكون كبتن اللي يحمل مواصفات خاصة والمواصفات هذي كان حتى يعلمنا إياها وكيف حتى تكون كبتن يعني جاء وقت يعني احنا كنا لعبين صغار في السن ولكننا كنا كبات ناس بسبب الانضباط احترام الانضمة كيفية التعامل مع الآخرين في المباريات لها السبب هو عندما انتقد الكبتن ماجي يجب أن يحترم رأيه انتقد من وجهة نظر كقاعد لم ينتقد مستوى حسين مستوى حسين الفني شف احنا كلنا نتفق ان حسين لازال هو الأفضل في نادي النصر في المركز هذا من ناحية المستوى ولكن من ناحية القيادة القيادة تحتاج لها الصفات اللي ذكرها الكبتن ماجي يعني الصفات اللي ذكرها الكبتن ماجي هذه أساسيات في القائد ومع ان حسين شوف في السنوات الماضية بشوفها لانا نتكلم صراحة العمر ما يمكن يرجع وراء حسين قبل ثلاث سنوات يعني حتى السنتين اللي فاز فيها النصر بالدوري والكاس اختلف صح كان له دور مؤثر وكان قائد فعلي بالفعل يعني حتى النرفز اللي كنا نشاهدها الآن من حسين الموسم الماضي والموسم الحالي لم نشاهدها في الموسمين 14 و 15 ليش؟ لان حسين أيضا كافي خلنا نقول في قمة حضوره ونضجة وكان له دور كان كقائد فعلي في الملعب بالفعل ولكن الموسم الماضي الموسم الحالي يجب أن يترف أنه انخفض مستوى حسين انخفض تعاملة أيضا وسيطرة سلوكه وسيطرت على عصابة يعني حسين شف خارج الملعب إنسان مختلف كل احترام وتقدير شف في تعاملك يعني من النوادل سراح ولكن داخل الملعب يتحول إلى شخص آخر يعني سراحة يعني هل تقول في علم النفس تقول هذا انفصان في الشخصية أو شيء يعني تستغرب بعدنا لكن نقول يمكن شف شاهدتنا المباراة اليوم بعد النقد اللي يتكلم فيه ماجد عبد الله زين والله وأكيد وصله ما هو وصله هذا علنا شف نحن اليوم شاهدنا حسين آخر أيضا شف نقولك بصراحة أتمنى أن حسين استفاد أيضا من النقد هذا الشيء اللي وجهه كابتن ماجد إنه استفاد منه شاهدنا اليوم حسين آخر أتمنى أن يستمر على كذا لأن فيه فائدة ومصلحة الفريق النصر و التاريخ حسين يعني انت رأيك و رأي كابتن ماجد عبد الله حسين عبدالقاني المفروض ما يأخذ شرط القيادة حاليا شوف أنا الآن تيجي أنت تقول تشيلها منه صعبة صعبة ليش لأنه هو خلاص يعني شوف خلاني نتكلم جدا يعني يجب أيضا أنه يحترم التاريخ نحترم أيضا تاريخ حسين عبدالقاني واللي قدم لنادي النصر يعني حتى نحترم تاريخها شوفه قدم لنادي الأهلي قدم للمنتخب السعودية وقدم أيضا لنادي النصر في الفترة اللي جاء فيه ولكن إحنا الآن نقول نحترم يعني الفترة الباقية يعني إذا كمل موسم هذا حسين وبعد ذلك ينظر الفرام لكن من الصعب الآن أنك تغير ولكن المواصفات اللي ذكرها كابتن ماجد هي المواصفات اللي المفروض تتواجد في القائد الفريق يعني هذه بصراحة هي المواصفات اللي التواجد في القائد الفريق حسين عبدالغاني في السنتين اللي كان فيها أداء أكثر و السنوات اللي قبلها قبل اللي حق النصر وطيت كلعب كلعب و كقائد ولكن هو أحسين عبدالغاني سراحة في العام الماضي قصلك من بداية دور التابوك يعني بدأت فيها لا من العام الماضي يعني حتى حسين من العام الماضي أيضا حصلت أحداث حصلت أحداث أيضا في المباريات و خسر النصر فيها لأنه إذا هو لم يتحكم في عصابه هو قائد الفريق الفريق كله ينشغل في كيف يهدي قائده طيب ممكن يبو سعدين تحط لي قائده يعني ممكن في النصر ممكن جاهز لقيادة النصر حاليا أنا أجي مع الششمة مع الكابتن ماجد أجي مع الكابتن ماجد في نابل عزيز جبرين يعني يستاهل قائد يستاهل قائد لأنه بسراحة من خلال منذ قدوم النصر وهو بالفعل هادي متألق يعني كل المصر يحمل جميع الصفات يحمل جميع الصفات اللي يجب أنها تتوفر في القائد سراحة والاختيار يجب أن يتم على هالأساس مستقبلا سراحة لازم يكون القائد قدوة في كل شيء لازم يكون القائد قدوة في كل شيء إذا لم يكن قدوة لأنه صعب أنك حتى في عملية التعامل يعني باختصار يعني باختصار حتى عبدك أنا ليس قدوة من ناحية يعني أتكلم كل شيء الآن من ناحية السلوكية داخل الملعب داخل الملعب أنا أقول لك السنتين الأخيرة العام الماضي والموسم هذا الحالي حسين بدأ يتغير ويمكن أن يقول هذا شوف لا بد أن مرحلة أنه لما يجي النهاية أحيانا النهاية ما تكون سعيدة بس أتفق معيك أبو سعد حسين عبد غني أحد أضلاع البطولتين الأخيرة أو يكون هو الضلع الأول أو الثاني في هذه البطولتين الأخيرة لا ننكر أنه له دور كبير لا ننكر أنه له دور كبير في البطولتين اللي خذاها النصر وكاسولي العهد بطولتين الدور وكاسولي العهد له دور كبير ما ننكر هذا الشيء ولا ينكر إلا جاحد لكن بعد المثل يقول كل زمان دولة ورجال يعني الإنسان ما يمكن أن يستمر في قمة مستوى على طول ولكن يجب عليه أنه يختار الوقت المناسب اللي يترك فيه كرة القدم قبل أن تطالبه الجماهير والناس بترك كرة القدم لأن هذه من أسوأ العشياء لأن حسين أنا أرجع أقول حسين يحمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي مع المنتخب السعودي عندما آتا النادي النصر فكان يجب أنه يختار الوقت المناسب لأنه كلنا نحب كرة القدم كلنا تمنينا أنه نبقى يعني كلنا كنا نتمنى أنه ماجد عبدالله يبقى لينا الآن يلحب الكامل ما جلسنا الآن دور كل ساعة جيبه فلان رأس حربة والله عندنا نجيه 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 قلنا ليه الآن يظل ماجد يلحب طيب ولكن هذه سنة الحياة لكن اختر الوقت المناسب اللي تنهي فيه مسيرتك الرياضية واللي يكون أجمل نهاية لك واللي يكون أجمل نهاية لك طيب دكتور مدني يعني وش مفروض تكون صفات القائد أنت برؤيتك في هذا الشيء وين تروح مع حديث ماجد عبدالله لأخير لأن نقول هذا الكلام لأنه سبب كثير لغط في الأوساط الرياضية كاملة يعني لما يتحدث رجل بحجم ماجد عبدالله وأنا بصراحة أنا أنا شخصيا أنا أشوف حسين عبدالغني يعني لاعب أسطوري صراحة في تاريخ الكرة السعودية أنت وين تروح؟ بس أنا أتكلم على نقطة نحن دخلنا في المملكة العربية السعودية قضية الأسطوري واللاعب الأسطورة ما هي ما معنى أسطورة؟ يعني أن خالد في أذهان جماهيرهم على الأقل لا يا سيدي الفان الأسطورة من يقوم بعمل هو الوحد لكن أنت تكون بعمل جماعي أنت جزء من المجموعة ليس أنت الوحدك الذي يتدافع وتهاجم وتجيب أنا لا أحترام أقول لما أجل أقول من أفضل المهاجمين الهدافين في السعودية هو كابتن ماجد عبدالله ماجد عبدالله هداف عملة نادرة في العالم هذه هي الفرق أما الأسطورة عمره ما يكون على مجموعة فريق بيلعب وخمسة وعشرين لاعب ويجيبوا بطولة تقول لي فلان هو الأسطورة أنا هذا رأيي وتفسيري لمعنى الأسطورة يخترم بالعكس أكيد صح لكن ما حدث أولا يعني من يريد أن يعمل يعني خلط أو ما عبد كابتن ماجد كان كابتن وصفات يعني الكابتن ما يقوله كابتن ماجد هي مواصفات فيه وأعتقد أنا لو محل أنا عبدالغني أو من يحب عبدالغني ما يتضجر لأنه اللي ينتقد كابتن له قيمته الفنية والأخلاقية معروف في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى آسيا ما يدعبد الله عمره ما عنده مشاكل مع أحد في الملعب هذه من ضمن القائد زي ما قال كابتن يوسف القائد إذا هو يترفز هو يضارب طيب إيش ما أنا أنت خربت القضية كلها اللي عنده أنت آخر واحد خلينا نقول ينفعل أنت أول واحد من يحوي يعني الخطأ في إذا لاعب غلط أو لا شيء عبدالغني محترم جدا جدا مع علاقاته خارجية مع النال شوف عبدالغني متى بيتنرفز ويخرج على عندما يكون خسران عبدالغني من الناس اللي هذه نفسية ترى ما يحب الخسارة فهذه أولا هذه لعبة تكسبها وتخسر فهو باين من صغره عنده هذه الحالة أنه أنا مخسر صح وإذا خسرت ضربت وسويتها فهذه موجودة في الكابتن حسين عبدالغني أنا ما أقول لك أني أفهمها ولا واحد يفهمه شوية في علم النفس هذه شخصيات البشر هو هادي هادي لكن ما يثير عبدالغني إلا في المباراة طيب يعني أنت مع أو ضد يا دكتور أنا مع ما قلت لك مع عبدالغني محترم وكل شيء لكن أغلب المشاكل اللي بيسير في هادي عندما يكون النصر الخسران طب أنا لما يكون النصر الخسران أفغل كابتن اللي يعني يعطي اللعيبة قوة على أن لكن تهدم الفريق في هذه الحالة عبدالغني لاعب محترم له تاريخ قامل كابتن يوسف هذا مؤرخ يعني ما حد يمكن يتكلم على عبدالغني من أفضل الباكاتة اليسار يعني بيزناس خليني أقول في المملكة فترة لكن لكن مو معنى أني أنا يعني شبنا ما خلينا بأقول لك بليه من أعظم يعني واحد لاعب في العالم أمره ما كان كابتن ما أمره كان كابتن يعني هي مهم بالمستوى ما هي لا لا ماهم بالمستوى هي بالصفة زي ما رأي كابتن شخصية الإنسان أن يكون القيادة ما هي طيب القيادة ليس مال ولا شيء شخصية تقنع لمن أمامك أو اللي أنت تقودهم أو اللي أنت قائدهم يقتنعوا بيك بفكرك وأخلاقك ومعاملتك معهم طيب في رحوم كاتب أنا أتفق مع مع ماجد في النصر ما هو حق من حسين بشاط الكابتنية كاتب مشعل كاتب الصراحة برأي فيه وقت الحالي حسين عبدالغاني لا يستحق شأن الكابتنية بسبب سلوكياته ولكنه في تحسن كاتب هندو لا نلوم حسين عبدالغاني على حماس وداخل ملعبه هذا ليس عيبا كاتب حماس الزائد عند حسين هو سبب مشاكل وخلونا نروح الحين الخبر اليوم استدعى المدير الفني والمحلل خلونا نركز على كلمة المحلل بيت فام مارفك مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني لقائمة المنتخب والتي تستعد لمباراة أسترالي الخميس بعد القادم والإمارات الثلاثة بعد أبو سعد هذا الاختيار منطقي في ظل ظروف مهاجمين الحالين والله أنا أستغرب كم عندنا احنا من رأس حرب في المنتخ هذا السؤال اللي أردت كم اختاره رأس حرب اختاره اثنين وهذا الثالث منهم من الذين نايف هزازي والسهلاوي هل لدينا الآن مهاجمين بالمعنى الحصيح مستوياتهم الآن منذ الموسم الماضي إلى الآن الله على الاستحياء احنا الآن كل استقطابات الآن تصب فين رأس الحرب صحيح رأس الحرب إذن احنا ما عندنا مشكلة حتى السهلاوي جين ولا لا الموسم الماضي كان هو الهدف ومعنى في نادي النصر مستوى كان هاب ولم يشجل ولكن في المنتخب كان هو الهدف الآن السنة هذه أصيب أصبحنا احنا نرقع المشكلة حتى نأخذه هم وصاب نأخذه هم وصاب شوفوا على فكرة مو بو الحال انت خذيت البريك وهم وصاب طلبت يا سري الشهراني عشان يجي عشان تعمل لك وكان ما عندك حدبة نهائيا شوف طالما أنت ما تشرف على كل شي وانت جالس على ما قالوا يرسلوا للتقارير بالإيميل أصبحنا ندرب بالمراسلة يدربونا في المملكة العربية السعودية بالمراسلة صراحة أعتقدنا هذا التقليل من قيمة الكرة السعودية يعني السادة أحمد عيد قال لك يا أبو سعد قال لك هذا التدريب الحديث نحن ما نفاهمين تدريب الحديث يعني ولا كأننا حد درب يعني ما كان الكبتن سخميز درب لا لا أنا مع احترامي له يعني إحنا أحدث منا في كرة القدم إذا كان هو يقول هذا الكلام إحنا أحدث منا في كرة القدم وإحنا على فكرة نتابع ترى إحنا ما إحنا نتابع على مستوى العالم كله ترى ما في مدرب يدرب بالمراسلة ما في مدرب أساسا أنت عندك أنت عندك مبارايات قوية مثل مباراة الشباب والأهلي ومباراة الاتحاد والأهلي وإنت جالس في بلدك تحل المبارايات في الدوري الهولندي ودوري الانجليزي نفس الوقت كان يحل المباراة دوري الانجليزي ودوري الهولندي أنا أعتقد إذا أنتم تستخفون بعقولنا أو تستخفون بتاريخ الكرة السعودية أنا أعتقد أن هذا أكبر خطر يجب أن نعرف ما في تدريب الحديث وإيش التدريب الحديث علمونا بس أنت تدريب بالمراسلة أنه يجلس في بلده ويكون معه يعني ما احترام إله يكون معه زوج بنته ويدر في هولندا مارك فان بوميل ويجي هو يدرب معه يجيون زي اللاعبين عسكرون يجهز على حسابنا يعني سراحة ما أدري حتى الخيارات إذن من اللي يختار يا أختي من اللي يختار يعني تجلس له مدربين أنا يعني اسمحلي أقول يعني صراحة يعني أعطي كيه بصراحة أنا قلت وقلت له واحد من أعضاء الاتحاد قلت له يا أخي احنا حتى اللجنة الفنية صارت اللجنة أنا قلت له اللجنة الفنية اللي كنت فيها انتي يا بي ساعد استقال تانا الله يستر عليهم عليهم تانا أنا قلت له لهذه ما هي باللجنة الفنية بالاتحاد السعود إلى الكرة القادمة لكي Having هذه اللجنة الفنية البلجيكية الهولندية بالاتحاد السعودي للكرث القدم صراحة لأنها شوف في الفترة حتى لدينا فيها إله أغلب العاملين في اتحاد السعودي للكرث القدم من الجنسية البلجيكية والهولندية وبعد ذلك من الأخوة العرب ما تجد فيها واحد سعودي وليه؟ ليها مساعدة؟ هذا السؤال يجب أن نوجهه لاتحاد السعودي للكرث القدم أنت مساعدة كنت في اللجنة فنية ليش ما سألت؟ ليه؟ أنا أقول المثلة دخلت للاتحاد السعودي في اللجنة هذه دخلت وأنا أعمى ما أعرف شيء وطلعت وأنا أبكم يعني شيء ما يسر كم قاعدت فيها يا مساعد؟ والله يمكن حوالي يعني فترة كانت قبل وبعدين فترة يمكن ثلاثة شهور أو أربعين بصراحة أخذوا برأيك في شيء؟ وين؟ لا إحنا ما يأخذ إلا برأي واحد وهو اللي يجتمع بالناس وهو اللي يسوي كل شيء كار شكرا؟ من هو؟ من هو؟ إحنا عندنا الشخص الواحد هو اللي يجتمع بكل شيء من هو؟ وهو اللي يسوي كل شيء السوبر ما؟ من هو؟ رئيس اللجنة الفنية اللي مره مدير اللجنة الفنية لهو كار؟ مو بكار شكرا؟ البجيك هو رئيس اللجنة الفنية مارك وأحيانا يقول مسؤول على المنتخبات السنية وأحيانا يقول هو المدير الفني يعني حتى المسميات مختلفة حتى المسميات مختلفة يعني رئيس اللجنة الفنية يجب أن يكون فني في المقام الأول فني يعني إحنا آخر الآن في الاتحاد الإيطالي تدني من رئيس اللجنة الفنية مارشيلو لبي أنا أتمنى أن نرجع إحنا من هو رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد أبو سعد تقدم أعطيني سيرته الذاتية زين ولا لا وأنا دي كسة أقول طيب أبو سعد تقدمون آراء طيب كنتم محسوبين على الاتحاد سعودي يعني أنا حتى شفت كثير من التغريدات اللي كانت جيني في ذاك الوقت أياما كنتم من اللجنة الفنية كانت تقول وين اللجنة الفنية شلون شالوا تذكرون بندروا جعيثنا شلون شالوا هذا الرجل اللجنة الفنية كانت موجودة إيش هذه الأخطاء الموجودة كيف يرضون أن يمكنهم في اللجنة الفنية وكل هذه التصرفات والله هذه شف عشان كده أنا الواحد ما يبقى يتكلم لأنها بصراحة عملية مدبرة محبوكة ما يبقى الواحد يتكلم فيها أنا قلت دخلت وين أعمى وطلعت وين أبقى لا أبو سعد غزم لأن حين أنتم الآن في اللجنة الفنية بصراحة كانت حتى عندنا في كثير من تسألات كان يقول اللجنة الفنية ما كان عندها أصلا الرأي المناسب عشان كده حلوها عشان كده قالوا لهم استقيلوا بأدب ما حلوها ولا قالوا استقيلوا ولا شيء طيب شلون شلوك هاتم مدبرة لا بأمان واللجنة الفنية يعني للأسف في بعض الأشياء اللي لما يراد اتخاذ قرار بعضها هي لما لوبيس كارو طبعا طلب تقارير وطيناهم تقارير وطيناهم الحلول وطبعا خذوا بالرأي التقرير ولكن الحلول لا الحلول هم اتجهوا لأشخاص غير فنيين عشان يجدون لهم الحلول يعني بأمانة انت طالما انك انت أخذت رأي الناس الفنيين في عملية قالة إذا نخذ رأيهم في عملية استقطاب مدر لكن يؤخذ في هالجانب لهالسبب هذا واحد من ضمن الأسباب يعني حتى في المنتخبات التعيين يتم عن طريق شخص هو وانا عرف كيف هذا الاتحاد اللي كل شي فيه مدبر يا أبو سعد كل شي فيه مدبر بليل طيب دكتور مدني ايش رأيك في ذلكل كلام كلامه صحيح يعني اغلب ما تسمع اللجنة الفنية اللجنة الفنية هذا اللي كنا نقوله اللجنة الفنية كانت متهمة انا معك لكن خلينا بس ألك سعد دائما أبدا زي ما قال لك كابتن يوسف يقول لك اللجنة الفنية وبعدها اللجنة الفنية السورية لما لا أسمح الله فيها زائم لشي يقول لك هذا رأي اللجنة الفنية هم اللي قالوا لنا ولكن هم ما بيأخذوا من اللجنة الفنية مجرد حضور مجرد تقارير تنحط في الأدراج ويأخذ برأي من يريد زي ما قال لك كابتن يوسف السوبرمان اللي موجود في نحن شوف كعرب أو خلينا نتكلم عن دولتي مملكة العربية يحترم الأجنبي حتى لو ما كان فيه عنده فكر ولا شيء لأنه بس أجنبي والسعودي حتى لو عنده فكر ومحترم ما احترمه خده على بلاطة دي ترى إذا أنت ما تكون يعني والله والله إذا كنت مطبل ومعليش وهذه ما تمشي الفلان يحترموك لكن لما تكون صريح وواضح وتقول الحقيقة من أجل بلدك أنت غير مرغوب فيك أنا بقولها علني وهذا قلناك أمر هذه الحقيقة إذا أنت بتقول لي تروح يجيب أجانب عشان يحلو لك مشكلتك وإنت اللي أدرى بالبيت وأهل وإنت اللي تعرف نفسية لاعبك وكيفية التعامل مع هذه الشخصية لا أنت ما تصلح أنت ما دريك تيجي أوامر عليك هذا يعني شيء متعب متعب للكرة أو الرياضة السعودية لأنه لا يريدوا أن يسمعوا إلا من يريدوا أن يسمعهم ما يريدوا أن يفعلوا أما أنت تقول لا هذا مصح لأنك أنت غير مرغوب فيك لأنك أنت لا كما يقال هذا معارض وهذا ضد العادي وهذا يعني سبعة دمتك كما يقال لما تكون صريح وواضح لعملك لأنك تخاف ربك وتحترم وتحب بلدك لا أنت غير مرغوب فيك لو أنت تمدح وتطبل أنت ما يحتاج أنت الشخص اللي هتوصل لأعلى المراتب هذا ما يدير في المملكة العربية السعودية وهذا ما وجد وضع الرياضة السعودية تاريخ الرياضة السعودية إلى ما نحن فيه الآن في كل ألعاب وليس بس كرة القدر طيب والله مع أول مباراة كثيرين يقولون يعني خلينا ساكتين لن تجي مع أول مباراة اللي هي مع أستراليا لا قدر الله لو صار شيء لا يصر الحال الكرة السعودية رح تنفتح ملفات ورح تنفتح جروح كثيرة والسبب هو هذا الوعود الكثير اللي نسمحها من اتحاد سعودي ولا نرى شيء خلينا نروح لكاس ولي العهد اليوم كانت أول مباراة هي مباراة الشباب واللي فاز فيها الشباب على نجران بالخمسة بنيطو كرر بالستة عفوا بنيطو كرر الهاتريك وأكد المرة الثانية أن مهاجمين للعرب هم الوحيدين في الملاعب السعودية ملخص لهذه المباراة ونرجع وهذا هو السبب الواضح والصريح لإعادة الكرة إلى الخلف كرة ومحاولة لمصلحة الشباب يحاول هتان لكرة عرضية شبابية أسليم والكرة تعود الآن لنجران وفرصة المباراة ليث العاصمة يبدأ اللقاء لاحظ الخطأ والخروج الخاطئ مرت الآن للشباب إيلا عبدالله لستة يحاول يلعب الكرة إلى بنيطو قوية قدم بنيطو كول بنيطو كول الجزائري مرمى فريق نادي نجران ويبدو لي بأول الآن شبابي عبدالوهاب جعفر بكرة عاطية بنيطو رائع جدا محمد بنيطو لاحظوا التمركس لاحظ حسن معاذ محاولة من حسن يحاول حسن يلعب الكرة للشباب بذات الطريقة مش معقول مش معقول أهدافه في المباراة وبذات الطريقة بكرة رأس سنرى حسن معاذ وكرة خطيرة للشباب قول يا سلام شوف كيف وضع الكرة بك شباب يقدم مباراة رائعة جدا إلى حد الآن ويتقتن بخمسة أدافه هنا السادس قول المباراة المباراة الثانية كانت بين النصر والوطني النصر أيضا فاز على مضض على الوطني بثلاث أهداف مقابل هدف واحد يرسم علامات الحيرة على وجيه محبي خلونا نشوف ملخص لهذه المباراة بعدين درجاء نستفد منها النصر من فقط ريالة هذه محاولة متابعة وهدف ثاني نص عيدون هجوم شوف 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 هذه المحاولة وقال راية بكل صراحة في الوطني لكن هذه محاولة فرصة 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 استغلها عن نصر ويسجل الهدف الأول هدف جاء بهذه الطريقة هدف بكامل لياقته يلعب عرضية حسن الراهب سجل الثالث للعالمين الحال من بعضه كان هذا حديث خلينا نشوف طيب لقاءات الشباب يقولوني في لقاءات أو لقاء لقاء للاعبي النصر وكذلك للاعبي الوطني خلينا نشوف اللقاءات ونشاهد الحمد لله الحمد لله على كل حال قدمنا مباراة مباراة الكوس طبعا همشي فيها النتيجة وقدمنا مستوى والنتيجة ما جتنا والحمد لله اجتهدنا ولكن الله ما أراد والفبروك للنصر فريق استاهر وفريق كبير وحبا قدمنا مباراة كويسة رغم تأخركم بهدفين إلا أنكم استطعتوا تقلصون النتيجة إلى هدف واحد ولكن في الدقائق الأخيرة انهار تقريبا وطن والله منهار يعني ما شاء الله تبارك الله حاولنا حاولنا والهجمة الأخيرة ما كان فيه انهاء كويس ما أقدم يعني ما ركزنا شوية والحمد لله يعني ثلاثة واحد ما كان هذا طموح والأمل لكن حمد لله الله يوفي ألف مبروك مباراة كانت مهمة من أطف خطير بعد خسارة الخليج تفوق النصر إلى دور الثماني بسم الله الرحمن الرحيم والمباراة خطيرة صراحة ممكن ما حسمت الله في آخر الوقت والحمد لله في الأخير قدرنا نتاهل الدور الجاي ومشاء الله الجاي أحسن بإذن الله العثب كثير من النصرويين خسارتين في الدوري مقابل الفوزين ست نقاط بفريق يريق في النصر أعتقد أن الجمهور لسه ما رضى عليكم القادم بالنسبة له نعم معهم حق الجمهور صراياتها بيزعل حتى نزعلانين ومن أبراضين لكن إن شاء الله ندام في البداية إن شاء الله مع التوقف تتحسن أشياء كثيرة ونرجع في الدوري ونكون أحسن من المباراة الأخيرة اللي في الدوري تكلم الحل من بعضه كان هذا حديث جمهور الأهلي لجماهير النصر الأهلي اليوم يفوز على فيصلي أنقص بي بالانتيين للسومة المنطق دائما وكذلك طرد لأنقص وطرد لمساعد جوميز خلالونا نشوف ملخص لهذه المباراة وانتجارة شوات اللقاء التاني يطرق على الحديد وهو ساخن مقنية التعب المرادي ومحاولة ورأسية الأول الفيس تترى عليها بعد كده وبرجر يلتهي عمر وابراهيم عمر وابراهيم وعمر بيتأدم عمر السون يأسم يرجع الأهلي السم أسعد مدينة عمر وابراهيم عمر وابراهيم السم يسوم السم يسوم كانت هذه الملخصات ثلاث مباريات التي كانت اليوم الأهلي والنصر وكذلك الشباب الأهلي والنصر الحال كان جداً متشائم لدى جماهيرهما أما الشباب فقد طمعاً جماهير الشبابين كثير دعونا نقرأ تغريدات اليوم لبعض اللي أرسلوا عن المباريات كاتب مباريات اليوم هندو كاتب مباريات اليوم لا تعطي فريق النصر أو له لأحقية انتصار بعكس نادي الشباب أبدع اليوم زهرة تقول الشباب اليوم أبدعوا مبروك لكل جمهور الشباب وخاصة الكابتن سامي هندو كاتب الشباب سيختبر أمام الهلال إذا تجاوز المباراة فعلاً سامي فكر كروي يزيد السنيدي كاتب الله عليك دكتور مدني زهرة كاتب المنتخب ستكون المرحلة المقبلة جيدة وأنا أكثر المتفائلين أبو سعد النصر إلى الآن قاعد النصر ينتصر بخجل هذا الخجل أرهق محبي إلى الآن كيف شايف وضع النصر وضع النصر شوف بالنسبة له وضع النصر غير مطمن في جهتين الجهة الهجومية والجهة الدفاعية يعني أصبح النصر المهاجمين قليل للتسجيل والدفاع أيضاً نجد أنك في كل مباراة هناك خطأ ويكون يسبب يعني لا زال إلى الآن يحتاج لأننا أعتقد أنه لا بد أنه يحتاج إلى العمل شوف بالنسبة للفريق النصراوي لا زالنا بالنسبة للتنظيم يعني الدفاعي من الصعب أنك تحصل أخطاء أمام يعني فرق دعنا نقول فرق أقل منك مستوى وفرق أقل منك مستوى ومع ذلك تستطيع أن نتسجل فيك في كل مباراة يطلع النصر مسجل فيه هدف فأنا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة لا بد من أيضاً حتى عملية الانسجاب يعني أنا أستغرب كل مباراة بين عمر ومحمد عيد يعني مدرب يعني أنت مع اللي يقولون أن المدرب يعني إلى الآن ما قدر يوظف في العيب النصر توضيف صحيح ما قدر يوظف خلنا نقول شوف أساس كل شيء الاستقام يعني لا يمكن أن عمر هو سوي ومحمد عيد حيفضل يعرف يلعب مع برونو المدافع إذا كل يوم واحد يلعب معه كل مباراة واحد صح ما أتفع ما في مباراة ما يمكن لا يبد يكون عندك استقرار عشان الانسجام يحصل عشان الانسجام يحصل المباراة أيضاً خالد الغايم دي غير موجود المباراة الماضية خالد الغايم دي غير موجود وتجي أيضاً تشيل عمر هو سوي وتحط محمد عيد ويخسر الفريق أمام الخليج أنت لما تلعب أنت عندك أساساً واحد من خط الدفاع هو الظهير الأيمن وأنت معطيه إجازة وإجازة الزواج تجي أنت تشيل أيضاً اللاعب الثاني اللي جنبه عمر هو سوي وزعلانين على إجازة الزواج هذه الخالد الغايم من وقتها بغض النظر أنا أقول يعني لكن أنت أما أعطيتنا كيف ترجع تشيل قلب الدفاع اللي جنبه وتصير غيرت في خانتين ما هو في خانة واحدة ما هو في مركز واحد يعني أنا جي يقول خالد الغامدي ما هو موجود طيب يلعب فلان انتهى وركن الثلاثة الباقية مستقرين لكن أنت تجي تشيل خالد الغامدي التأتي إجازة وتجي تشيل عمر هو سوي وتخلي محمد إيد يلعب ينونا وتحصل يعني يتصل إذن عدم استقرار خلى على الأقل يصير عندي تغيير في خانة واحدة في مركز واحد ولا يكون في مركزين لا بد يكون في استقرار أيضاً في وسط الملعب لا بد يكون في استقرار أعرف أنا من المجموعة اللي يستقرع عليها هذه المجموعة اللي عنده الأساسية عشان حتى يستقر الفريق ويبدأ الانسجام بينه لكن أنا كل يوم بلعب مجموعة بغير يعني مباراة الخليج فيه أربع أو خمسة تغييرات يستحيل طيب يعني هذا أنت مع اللي يطالبون أن التغيير المدرب من الآن فيه ناس كدير الآن لا 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 يمسألة تغيير شوف إحنا الآن يجلس نقول على الطول من البداية تغيير المدرب لا لازم يدف المدرب المناقشة مع يروح الدوري يروح الدوري على النصروين إذا راح الدوري وإذا كاسوي الآن كم راح راح من مباراة أربع مباراة طيب أمامك 22 مباراة أمامك 22 مباراة فاضل إيه بس خسارة 3 عند الجماهير الآن خسارة 2 شوف إحنا ما نقول خسارة مباراة شوف وإذا كسبت مباراة ما راح شي ترى إلى الآن ما راح شي حتى لي متصدر كم عنده عشر نقال 6 مباراة وحدة يخسر أنت خلاص قريب منه ولكننا نقول إحنا يجي من يجي استعال لازم تعرف أن هذا دوري يعني الدوري لا بد يكون فيه استقرار لا بد يكون لكن مسألة عملية أنه بين مباراة ومباراة تغيير 4 إلى 5 لاعبين هذا الكلام مو صحيح حتى الآن لما نحن يجي نطالب زي الآن استقرار مثلا واحد زي نايف هزاجي أنا أنت الآن السهلاوي مصاب رجم ذنيف نايف هزاجي طيب أنت نايف هزاجي اليوم أنت ما خذ يتعار لا بد أنه يلعب ويعطي ثقة زي نوع حتى يستطيع أنه يسجل ويعود للتسجيل وصل المنتخب رايح المنتخب حاليا شفتوا له لا بد أنه لازم أنه يلعب وياخذ وياخذ عملية الثقة بالنفس وحتى يعود للتسجيل لأنه طالما على الأقل فأي التوصيل للمنتخب وللنصر ولكن أجي في كل مباراة والله مباراة هذه أنا استغنيتها لنا مرة كيف وهو في المنتخب كيف سترجع لحاسة التهديد طيب دكتور مدني المباراة الأهلي والفيصل يعني الحال من بعض يعني تبيني أوصب حالة الأهلي حاليا أنا شبت المباراة مباراة جدا يعني حتى فوز الأهلي كان ممل جدا لعشاقه بقيادة قوميز إلى الآن قوميز ما وجد التوليف الصحيح للأهلي أنا أعطيت أنه قوميز بالنسبة للأهلي في مشاكل حصلت أنه قابل مباراة الاتحاد كانت قضية لو ما فاز أو حتى لو فاز على الاتحاد سيلغي عندهم حساسية من قوميز جميل الأهلي المرشح للرئاسة أستاذ أحمد مرزو قال نحن نبكع المدرب ونعطيه الفرصة أنت في مباراة الاتحاد اليوم نادي الأهلي شاير خط الدفاع كله وملاعب خط دفاع تاني يعني زي ما قال لك كابتن يوسف كيف تريد أي انسجام يحصل في فريق بدأ الشكل لما أنت عندك أربع العيبة لما تغير لاعب فيهم يتحمل الخط بس متنين ولا ثلاثة يتغير بعدين ما احترامي حتى لما تيجي تقول لي أنه الغام دي أخذ إجازة على شان الزواج هذه ما فيها احترافية ما احترامي وتقديري سواء لللاعب أو الإدارة حتى لما تتزوج وهذه لازم تسأل للإدارة أنت موظف عند الإدارة دي ما أسأل نائبة يعني أنا ما أعرف كيف الاحتراف اللي تبغوه عشان يسر على المنتخب حقك يمشي في البلد دي كيف فوضى لأنه ما فيه احترافية حقيقية اللاعب في أوروب ولاد إجازاته والخروج وكله محسوب عليه ما يجري يسوي اللي يبغى يعني أنت تبغى تتجوز تقول لي عشان أعرف الوقت اللي أنا عندي راحة وما في هذه وما في تتجوز تتجوزي والدوري شغال عندي أنا ما أدر كيف تسمح هذه أخطاء لا أجي يقولوا لي والله إحنا مشكلتنا العاطفة ونبغى كل شيء نلمع أنه هو الصح الغلط نخليه صح عشان كده ما قالك هو الكابتن يوسف خامس الاستقرار يكسيم في أي فريق أو متخب من كتر المباراة تلعب تقريبا بالفريق والبدائل الجاية ما أنت كل مرة سيري خمسة لعيبة وستة لعيبة أي انسجار من سير طيب هذا مشاكل الأهلي اليوم أولا أمامه فريق قوي بالعب معه في الدوري صح وحتى نتائجيا كان كويس الفيصل وفيصل إلى الآن في الدوري لم يهزم هو الرابع في الترتيب أعتقد طيب الفيصل الموسم الماضي وفي بلعب الأهلي والأهلي كان يطلع بطل تعادل معه واحد واحد صح إذن معناه الفيصل السنة بيتوب جديد واسلوب جديد طيب لكن أنا أقول بالنسبة للنصر أن أنت أمامك فريق في درجة أولى الخامس في الأخير حتى في المراتب الأخيرة يعني أنت لما نزل لعيبتك هذا اللي نقول دائما اللاعب لما تلعبه مع فريق منافس ما عندك مشكلة لما تلعبه مع فريق أقل في المنافسة بالنسبة لك يفقد روح الجدية الجدية ترفعها فيه يابي المكافأة يابي يمون عشان كده لو تلاحظ أنه سامي الجابر أو نادي الشباب تلعب مع فريق نجران اللي نزل من فريق الأول كان قوي وحطه في دماغه أنه أنا الفريق الأمامدة أقوى مني وأبو أغلبه هنا الفرق ما بين أنه تلعب ستة أهداف يعني الوطني يتعامل بأفضل من ما تعامل فيه إلى جانب لا النصر تعامل مع الوطني بأقل مما لا لا أتكلم على الوطني قصدي على المدرب سامي الجابر نعم سامي الجابر يقول لك هذا أنا أحشيتها أنه قضية كيفية المدرب يخلي لعبته في الفورمة القوية صح ومنافسة كانوا بمنافس مع الفرق الكبيرة وهذا صح هذه المساعدة طيب زهرة كانت بناء النصر ناقص التوليفة الصحيحة كانت تشكيلة ومستوى النصر من فتح بداية الدولي جدا ممتازة ملكة الهلال كانت مبروك لكل شبابيين سامي خاصة وأثبت الكل أنه يستحق أن يقود نادي غير الهلال الأهل مع القومز ناقل الكرة في ملعبه هذا كلام محمد المتحمي خلينا نروح الآن لحديثنا القادم والذي هو عن فترة التوقف القادمة 21 يوم توقف فيها نشاط الرياضي المحلي بسبب مشاركة الأخضر في تصفية كأس آسيا الموهلة لكأس العالم في روسيا تقريرا القادم يحكي عن ماذا ستفعل الأندية في هذه الفترة وكيف ستستعد من فترة لأخرى من فترات طويلة لتوقف دوري جميل لهذا العام خلينا نشوف هذا التقرير فترات التوقف المتكررة في كل موسم دائما ما تكون محل انتقاد من قبل الأندية وإداراتها وحتى جماهيرها التي تفقد المتعة بعدما دخلت في أجوائها لكن الأندية لم تعد تملك قرارا في هذه الرزنامة التي تلخبط مخططات المعسكرات طوال الصيف أصبحت الأندية تنتقل من الاعتراض على هذه الفترات وأصبحت تستخدمها في إعادة التوازن لللاعبين في حال اختلاله توجهت الأندية لاستغلال فترات التوقف بإقامة المعسكرات التي تحافظ على المستوى اليقي للاعبيها أو إعادة ترتيب الأوراق في حال تذبذب مستويات الفريق بعض الأندية استغنت عن مدربيها وتأمل خلال هذه الفترة من جلب مدربين الجدد وإعطائهم الوقت الكافي من أجل محاولة التأقلم مع اللاعبين وأجواء الفريق وبعض الأندية الأخرى تستغل هذه الفترة بالإعداد المكثف واستعادة لعبيها المصابين واندماجهم مع الفريق خلال هذه الفترة من الجيد بأن تتحول الأندية من الجانب السلبي إلى استغلال هذه الفترات بشكل إيجابي على أمل أن تتجدد المتعة والإثارة ونستمتع كمشاهدين أبو ساعد يعني معسكر بعدين جولتين بعدين توقف بعدين معسكر بعدين جولتين بعدين توقف بعدين معسكر فالني ليس القيمة المنتظرة من كل هالتوقفات يعني ممكن تكتلك الدوري حتى لو قلت أن هذا شيء مهم للمنتظر يجب أن نفكر في الهدف الأسماء الهدف الأسماء اليوم منتخب البلد ما في شك منتخب البلد هو الليلة الأولوية بس عندك حلول يا بساعد شوف الحلول إحنا إلى الآن لم نصل لها لسبب معين لا زلنا سراحة نفكر بعقلية الهوات لا في الأندية لاعبين الأندية واللي هم أساس المنتخب يعني أنت الآن لو تيجي تحصل أن لاعبين الأندية راحوا للمنتخب وأحيانا يتجعون منهم مصابين يعني حتى عملية اختيار اختيار التوقيت حق المعسكر المنتخب في بداية الموسم ما كان صحيح كان مفروض يأخذ قبل قبل السوبر يعني السوبر ما كان المفروضة تكون يعني هذا وقتها رحلها لأي وقت خلال الموسم وابدأ معسكر المنتخب بعد اللعبين ما يجوا من أنديتهم جاهزين من المعسكرات على طول خذهم على المعسكر خذهم منتع المعسكر ولعب فيهم مباريات السعدل منتخب مباريتين على الأقل إلعب زي المنتخبات البلدان الأخرى ولعب مباريتين تجريبية وبعد ذلك ادخل على التصفيات لكن احنا لأحسن سوينا معسكر ترفيه وحدث فيه إصابات وبعدين رجعوا اللعبين لديتهم وبعد ذلك رجعت ثاني مرة أنت لعبت السوبر لعبت مباريتين ووقفت وهذا الكلام كان مفروض إلعب جولتين وآخر السوبر في خلال نص وجد لها مكان في خلال رزنامة الموسم وانت إلعب مباريتين في الدوري بعدين خذ المنتخب أسبوع يلعب مباريتين وعشر أيام يلعب مباريتين وبعد ذلك يبدأ مباريتها تصفيات كاس العالم لكن تروح معسكر ترفيه ما فيه ولا أي شيء والله إحنا نبغى نضبط نوم اللاعبين نبغى نضبط تغذيتهم نبغى أنا حتقدرنا معسكر الأندية كلها كانت تعسكر تعسكر وش تسوي تعسكر تتمشى أكيد كانت تستعد كانت تستعد إذن معناها تستعداد معناها فيه تدريب فترتين أشراف طبي معناها فيه أشياء كثيرة يبحث عنها يبحث عن النادي إنه صحة اللاعب وكيفية إعدادها للموسم عشان ما يكون هناك أصابات ويتأثر منها النادي في لهذا السبب حيعد لعبة كويس أنت تأخذ اللاعب جاهز ولكن بالشيء اللي إحنا سوينا خذينا منهم 11 يوم 11 يوم ترفيهية إحنا ما كنا نشوف العالم اللي تتبسم ولا فيه مباريات ودية ولا فيه مباريات ودية وش النتيجة لهذا السبب يقول ما هي مشكلة مسألة الفترات لأنه خلنا نتكلم صراحة الفريق يعني الآن عدوا مرحلة الناحية البدنية لازم تكون من الناحية التكنيكية والتكتيكية تعمل الأندي عليها طيب وشلون يتجهز فرقها والمنتخب له الأولوية مهما اختلفنا يظل المنتخب له الأولوية التوقفات اضطرارية وخصوصا أنه مباريات كاس العالم أنت أعلى مستوى كاس العالم أنك تتأهل إذا أنت ما تفكر فيه بإيجابية معناته الأندي صعبة طيب دكتور مدني تتأثر الفرق من هذا الشي خصوصا أن عند الحين حتى الفرق الآن حتى اللي تعاني مدنيا رح تكون ممكن تروح معسكرات خارجية وفي ناس بيروحوا يقعدون معسكرات داخلية أنت كيف شايف الوضع كامل يعني هذه التوقفات ممكن تأثر على يعني ممكن تفيد أنا أقول لك الهلال حاليا والفتح اللي غيروا مدربينهم لكن ممكن تأثر على فريق مثل الاتحاد اللي كان منطلق إلى يعني نهاية الجولة الرابعة شوف إحنا مشكلتنا ما إحنا عارفين القضية أبس ألك سؤال ترى إحنا لما بنلعب تصفيات كأس العالم وإن وحدنا العالم كله بيلعب يعني أنت بتلعب أوروبا بتلعب معك صحيح يعني الدوري توقف عنده يعني منع بيلعب لكن الدوري عنده ما يتوقف عشان أنت تأخذ أسبوع تعيد فريقك وبعدا تلعب هو بيأخذ اللعيبة بيختارهم وتمرينوا وإذي اللعبهم لأنه بيشوف اللعيبة ما بيختار لعيبة مصابين وما بيختار لعيبة فهم أساسيين في فرقهم عشان يزينا يعني�دتين يعني الأندية تجهزهم لهم أية ولكن هو من الفتس يجهز المنتخب عمره المنتخب ينشي لعب عمر المنتخب يطلب ما عمره أبت المنتخب حصيلت أندة عنده هو بيأخذ أفضل ما في الأنجل خام جاهز يعتبر المنتج طبيعي هو بيأخذ منتج المشكلة ما تجيك تدريب محترامي وتقديري زي ما قال الكابتين المدرب حقك قالوا السنة الأول أنه برم عليش لكن دحين جددنا معاه حي جي سينا على العموم ترى شوف الهولندين كلهم قبلهم كان جالس في البحرين ودحين دا جالسي في هولندا يعني دلع أكثر من لزوم دلع من مين دلع من المسؤولية في الإدارة المتخبة أحلى اللي أعطناهم الدلع مو إنت اللي دلعتهم وهم لما شوفوك ينت ضعيف ركبوك خلكم مات قيمة لا 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 مو بالطريقة هذه لا 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 بالطريقة هذه الأمعاش حجامي أنا أقول لك طيب يعني قصتك أنت قصتك بالطريقة هذه قصتك يعني يعني خلاص صارهم أقوى منك وغا منك أنت قلت بعد ما قلت أن المدرب حي يبطل في التحليل طيب أنا أقتر عليكم خلوا المدرب يحلل في الدوري السعودي ولا وعطوا عاق صاح والله وعطوا عاق صاح تأخذهم وإحنا جايبين إحنا أجنبي السويدي اللاعب اللي كان فيه بحلل في الدوري السعودي يعني أنا أول مرة شوفوا إنك تجيب واحد أجنبي يحلل في الدوري السعودي ما أحترمي هذه رؤيتهم بالعكس يعني هذه رؤية وتقدر لكن إن رؤية مين رؤية مين لا لا حينا خلينا خلينا في مصيبتنا في مصيبتنا أنا كلها مصيبة هي كلها مصيبة مو عشان كده يا تكونوا شوف إنما تكون صريح وواضح مع نفسك فلن تنجح في شيء هذه الشخصية اللي كانت نحن نكون واضحين في نفسنا مع نفسنا أنا ما عبر نشوف الدوري أوروبي يجيب واحد عربي حتى يشرح يحلل يعني ما هي إضافة طيب أنا عشان كده بأقول لك إنت بتشتغل غلط إنت دلعت اللاعب بعد 72 ساعة يقدر يلعب مباراة ولا لا المفروض اللاعب الآن خلصوا قبل المباراة بثلاثة أيام بيروحوا حتى يلعبوا مباراة طيب خليني دكتور روح الحين نشوف أخبار الملعب نرجع أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب بقيادة المدرب سعاد الشهري قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا والذين سيدخلون المرحلة الثالثة والأخيرة من المعسكر الإعدادي الذي ينطلق غدا للأربعاء في المنطقة الشرقية ويأتي استعدادا لخوض منافسات البطولة الأسيوية للشباب تحت 19 عاما التي تحتضنها مملكة البحرين منتصف شهر أكتوبر المقبل تعتزم رابضة دور المحترفين تكريم البطل هان النخلي الحائز على الميدالية البرونزية في رمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت مؤخرا في البرازيل وذلك على هامش مباراة النصر والأهل ضمن مباريات الجورة السادسة من دور جميل في استاد الملك فهد الدولي بالرياض وافقت إدارة نادي النصر بالتنازل عن حصة النادي من الدخل الجماهيري لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم أمام الوطني ضمن مباريات الدوري الستة عشر من بطولة كأس ولي العهد لمصلحة النادي الوطني أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد فريق الوحدة كامل الموسى عن إصابته بتمدد في العضلة الخلفية ويحتاج إلى راحة أسبوعين يذكر أن الموسى قد تعرض للإصابة في مباراة الوحدة ضد الفيصري في الجولة الرابعة من الدوري تطرح إدارة هجر تذاكر مباراة فريقها أمام الفتح في دوري الستة عشر من كأس ولي العهد غدا الأربعاء وتقرر البيع في الملعب يوم المباراة من الساعة العاشرة صباحا وحتى موعد انطلاقتها كانت هذه أخبار الملعب اليوم دعونا نرى جرافك لنتائج اليوم من كأس ولي العهد دور 16 من كأس ولي العهد مباراة الأولى التي فات فيها الشباب ب6 هداف مقابل شيء على نجران المباراة الثانية كانت الوطني والنصر فاز فيها النصر بصعوبة بتات أهداف مقابل هدف واحد أما الأهلي في المباراة الثالثة ففاز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد دعونا نشوف الآن جرافك لمباراة الغد أعطونا جرافك الغد يا شباب هذا جرافك لمباراة دور 16 اليوم غد هجروا الفتح على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ساعة سادسة و 15 دقيقة مساءً دكتور مديني الرحيمي الإعلامي والنقض الرياضي واللاعب السابق بس مديني مركزك كان يا دكتور مديني قبل شكرا جزيلا لك دكتور مديني أنا قلت ألعب في الدفاع ولكن يعني أنا شكرا لك والأستاذ يوسف خميس الله يرطيك العابد والمشاهدين الكرامي طيب أبو ساعد يوسف خميس الكابتن والمدرب الرياضي شكرا جزيلا لك شكرا بحضورك شكرا جميع آرائك يا أهلا ساعد شاكر أخيرا دائما ما تثبت رؤية الهلال بحضور العابد وغالبا ما يتصدر الاتحاد المشهد بسرعة فهذه المولد سيفاني من نار في خاصرة أستراليا في يدك يا مارفك اشتركوا في القناة على جنة الدكتنا إنشاء يباني يباني واني أفصل واني أفصل واني أفصل واني أفصل اشتركوا في القناة